إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَاسْلِمُوا تَسْلِيمًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أصدقائي في قناة أحباب الزراعة معكم واندر شريطة وفيه النهاردة هنتكلم عن نبات من أحد عوامل النهضة الصناعية نبات كان من ضمن عوامل تقدم وإزدهار الحضارات واقتصادة نبات اللامخلفات لأن كل شيء في هذا النبات مستخدم نبات غذائي للإنسان وصناعي ومصدر للأعلاف وللأسف تم إهمال زراعته على العقود السابقة لأسباب غير معروفة رغم تميز تربط ومناخ منطقة الشرق الأوسط لنموه وخاصة في مصر نباتنا هو نبات الكتان محصول الكتان المصري من أحسن المحصيل على مستوى العالم وبتتهافت عليه التجار ومصانع الغزل بالخارج وهو محصول تعاقدي وحاليا الدول بدأت تهتم بإعادة زراعته وتوفير الماكينات والمصانع التي تقوم على تصنيعه حيث يستخرج من بزوره الزيت والعلف الحيواني ويستخرج من سيقانه نسيج الكتان ونشارة الخشب التي تستخدم في صناعة الخشب الحبيبي الاسم العلمي لنبات الكتان هو لنيوم والاسم الإنجليزي هو فلاكس والنبات الكتان هو نبات حولي ومن العائلة الكتانية العشبية ومواطنه الأصلي حوض البحر المتوسط والهند ويوجد أنواع تزرع بغرض إنتاج الزيوت وأيضا أنواع أخرى بغرض إنتاج الألياف ويوجد أنواع سنائية الغرض وينتج عنها بزور وألياف بنسب عالية وهذا النوع هو المستهدف ويسمى لنيوم يستاتيسيوميوم وفي مصر هذه الأصناف المزدوجة تلغرض تسمى جيزة 11 وجيزة 12 وسخاء 6 الكتان هو حصول حولي شتوي تبدأ زراعته في منتصف شهر أكتوبر إلى منتصف شهر نوفمبر يعني دون شهر مثلا من 15 أكتوبر ل 15 نوفمبر ببتدي أزرع فيه ويحصد بعد خمس شهور ويجب عدم التأخير أو التبكير في تلك الفترة حتى لا يحدث تخزم في سقان الكتان المستخرج منها النسيج أو ضمور وضعف في الحبوب المستخرج منها الزيوت الغذائية والصناعية والأعلاف يصل ارتفاعه إلى متر وظهوره زرقاء وتظهر في بداية الربيع نبات الكتان شريح جدا للأسمدة يفضل الطربة السقيلة إلى المتوسطة ولا يفضل زرعة الكتان في نفس الأرض كل سنة بل كل خمس سنوات لنعطي فرصة لاستعادة نفس العناصر الممتصة منه للأرض مرة أخرى لذا مزرع الكتان ينتقلون بين الأراضي ويعودون لنفس الأرض لزراعتها بعد خمس سنين ولو زرعت الكتان بطريقة سنوية لنفس الأرض دون الفصل الزمني المذكور بيكون المحصول ضعيف المحتوى ولازم تاخد بالك من الملاحظات دي يتم تجهيز الأرض للزراعة وحرصها جيدا مرتين ثم تسوياتها بعد وضع أسمدة الخدمة اللي هنتكلم عليها كمان شوية ويوجد طريقتان لنثر البزور أول طريقة الطريقة الإدوية وبيكون النثر متعامل لضمان توزيع مثالي ونعملش فجوات أو تقرعات وهنا بيكون معدل التقاوي 70 كيلو جرام للفدان ويكون الري تاني يوم مباشرة تاني يوم من النثر لإعطاء فرصة لالتساق البزور بالطربة لأن البزرة بتزفر الزيت مساء اليوم اللي انت حتنصر فيه البزور بتفرز بيء زيت يسبتها بالأرض أو الماتة بدر ودي بتكون رية الزراعة تاني يوم حتروي رية الزراعة بعد ما تنصر البزور وتكون الري على البارد أي ببطء اللي منع ينجراف البزور أما الطريقة الثانية لنصر البزور بتكون عن طريق السطارة وتزبط مسافتها على 7 سنتي بين السطور وهنا بيكون معدل التقاوي 60 كيلو جرام للفدان أقل 10 كيلو يعني ممكن في حالة البزر بالسطارة الري في نفس اليوم لأن السطارة بتدك البزور وتمنع انجرافها لا يتحمل الكتن الملوحة في مياه الري أزيد من 1500 جزء بالمليون ولا بالطربة أزيد من 2.5 إي سي وإذا زاد عن ذلك قل الإنتاج بالنسبة بقى للري جدول الري في الأراضي القديمة لو ري غمر بيكون 5 ريات بعد رية الزراعة وخلال الموسم وأول رية بعد رية الزراعة بتكون بعد 15 يوم أو رية المحياة يعني بعد ذلك بيكون الري ما بين 18 إلى 22 يوم على أن يتوقف الري قبل الحصاد بعشر أيام أما لو ري رش في الأراضي القديمة فبيكون الري بالرش كل خمس أيام طيب لو في الأراضي الجديدة وغالبا الأراضي الجديدة بيكون الري رش أو محوري وده بيكون الري من كل من 3 تربعة أيام وبيصورة عامة يراعى عدم التعطيش ويراعى التوقف عن الري عند سقوط الأمطار أو الرياح الشديدة طيب نخش على التسميد أولا أسميدة الخدمة إحنا اتفقنا إن نبات الكتان من النباتات الشرحة للأسميدة كي تعطيك محصول كفء ووفير ويجب أن نقوم بعملية الوزن بين العناصر المختلفة لننتج نبات زو ألياف وزيوت جيدة وما يكون طرف على حساب طرف يعني ما زودش مثلا تغذية السقان على حساب البزور أو العكس يحتاج الفدان في الأرض الثقيلة القديمة إلى حوالي 15 متر مكعب من السماد العدوي واثنين شكارة سوبر فوسفاتي كالسيوم ناعم وشكارة داب وبالنسبة للفدان في الأراضي الخفيفة أو الجديدة يتم زيادة السماد العدوي إلى 20 متر مكعب وبالنسبة للكماوي للأراضي الجديدة ليكون 3 شكار سوبر فوسفاتي كالسيوم مع إضافة شكارة ونص من سماد الداب ويراعة أن تضاف الأسميدة إلى أعماق التربة بعشرين سنتي لتحسين الخواص عند منطقة الجزور فممكن نضيف سماد الخدمة المسكور بين الحرستين بالنسبة للتسميد الدولي يأخذ فدان الكتان خلال الموسم 50 كيلو جرام سماد أزوتي متمثل في اليوريا وأيضا 50 كيلو جرام من كابرتات البوتاسيوم وهذا للأراضي القديمة وبالنسبة للأراضي الجديدة هنضيف 50 كيلو جرام سماد يوريا و50 كيلو جرام سلفات أمونيوم و75 كيلو جرام كابرتات البوتاسيوم ويتم إضافتها على الثلاث دفعات متتالية في مياه الري لكل ريض غمر على أن يبدأ التسميد من أول ريض بعد ريض الزراع واللي هي ريض المحيي أما التسميد في حالة الري بالرش بيكون على أربع دفعات يعني في الري بالرش بيكون على أربع دفعات وكل ثلاثة أسابيع مع السمادة وتكون أول تسميدة أيضا للري بالرش بعد ثلاثة أسابيع من الزراع وأخيرا ممكن تروش في سماد مخلابي ورقي مثل الأمينو بوتاسيوم وذلك عند التزهير وعلى دفعتين بين كل دفعة ودفعة أسبوع وذلك لزيادة وتثبيت العقد والزيود بالحبوب كما يقوي ذلك ألياف الكتان بالنسبة ليه عملية إزالة الحشائش أو العزيق يفضل الإزالة اليدوية ويكون الكلام ده بعد شهر من الزراع ولا نلجأ إلى الرش الكيميائي إلا إذا توغلت الحشائش ويبنستهدم في الحالة دي مبيد سيليكتو سوبر بمعدل مية وخمسين سنتيمتر مكعب مع ماتين لتر ماء وابتدى رش بالبخاخة الزرية وهي بنحرص على الرش على البقع المصابة فقط يعني ما حاولش إن أنا أدخل فيه خطوط الكتان إلا في البقع اللي هي أكلها الحشائش أو الحشائش الغريبة والحشائش دي معظمة بتكون اللي هي الشتوية اللي هي بنرشها بالسليكتو سوبر زي الحمول والزمير والنفل ويتم تكرار العزيق اليدوي كل خمستاشر يوم طيب بالنسبة للأمراض الأمراض التي يتواجه نبات الكتان هي بتبقى قليلة لأن الكتان بطبيعته نبات منعته قوية لكن ممكن يصاب ببعض الأمراض مثل لفحة بهدرات الكتان ودي تعالج بإزالة التالف ووقائيا باستخدام بزور معقمة يعني ممكن أعقم البزور عشان أتلافل موضوع ده مستقبلا بمادة الكتان 75% وبيكون 10 جرام لكل 1000 جرام بزور أو عند انتشار الإصابة ممكن أرش بمركب مادته الفعالة مايكولوبيوتانيل اللي هي 12.5% ودي ممكن أجيب له مبيد اسمه كولونيل تمام بيكون حمل هذه المادة الفعالة طيب بعد كده عندي مرض اسمه البياض الدقيقي ويحدث هذا المرض الفطري إذا ارتفعت دركة الحرارة قليلا ويصيب الأوراق والقمم ويوقف نمو النبات ويعالك بأي مادة فعالة تحتوي على البيناكونازول مثل مبيد التوباس وأهم الحشرات اللي بتهاجم نبات الكتان يصاب الكتان بحشرة حفار أوراق الكتان التي تظهر أنفاق بالورق على هيئة خيوط وتعالك بإضافة المبيد اللي مادته الفعالة زي 85% بنسبة 300 جرام لكل 100 لتر طيب النطج علامات النطج للمحصول غالبا بتكون في منتصف شهر إبريل ودي بتكون إصفرار عام في الأوراق وفي حوافظ البذور ويتم جمع المحصول يدويا أو مكناكين لكن يفضل الجمع اليدوي منعا لحدوث بقع تالفة بالأنسجة ويتم ربط سيكان الكتان على هيئة حزم وتفرض هذه الحزم بالشمس لتجف لمدة 10 أيام ثم يتم عمل عملية الهدير وهي تشبه عملية الدراسة لفصل البذور عن السيقان ويتم تجميع بذور الكتان للمعصرة واستخلاص الزيت منها طبعا أنا عارف أن الزيت ده اللي هو اسمه الزيت الحارة المستخدم في الصناعات الغذائية وفي المطاعب والزيت ده لو تم تسخينه بيدخل في صناعات كتير قوي منها صناعة البويات والأصباغ والكيمويات والورنيش والصابون والأدوية ومستحضرات التجميل طيب القز بالناتج عن عملية العصر للبذور بيدخل في صناعة الأعلاف إن شاء الله يعني كل حاجة فيه بتستخدم أنا لسه بقى ما تكلمتش على السيقان أنا كل ده بتكلم على البذور فقط طيب بعد عملية الهدير نجمع السيقان ونقوم بعملية عملية تسمى عملية التعطين وذلك بأخذ الحزم المفصولة عن البذور ورصها فوق بعض في منطقة رطبة أو على أحد المجال المائية لمدة عشر أيام وذلك ليعطينا إمكانية بعد ذلك لفصل اللحاء الخارجي المستخدم في الغزل عن الساق الخشبية الداخلي يتم عملية التعطين في درجة حرارة من 28 إلى 32 سليزيس وبيكش للمياه من 4 إلى 6 ثم نقوم بعد ذلك بعملية التكفيف من التعطين عندما نلاحظ سهولة نزع اللحاء الخارجي الساق الكتان عن الخشب الداخلي ويتحول لون الحزم بصورة عامة إلى اللون البني ودي العملية بتكون مدتها حوالي 5 أيام عملية التكفيف بعد كده حاجة اسمها عملية التكسير والتنفيض وهي العملية التي يتم فيها فعليا فصل الساق الخشبي عن اللحاء الخارجي المستخدم في صناعة الأنسية عن طريق مكينات بها مطارق أو تتم يدويا بالضرب على الساق ونزه اللحاء من الساق بعد كده عملية التمشيط يتم تجميع حزم الكتان معا وتمشيتها كي لا تلتسق ببعضها ويتم بعد ذلك ترحيلها إلى مصانع الغزل لصناعة لفائف خيوط الكتان أما الجزع الخشب الداخلي المتبقي أو ما يسمى بالساس بعد ما أفصل بأخذ اللحاء بيتفضل الساس أو اللي هو الجزع الخشب الداخلي وأيضا بواقي تقطيع الألياف أو ما يسمى بالقطاع فيذهبوا إلى مصانع الخشب الحبيبي المضغوط الام دي اف يعني ما شاء الله ما فيش حاجة في نباتي الكتان ده بتترمى وعاوز أقول لك أن الكتان المصري عليه طلب رهيب بالخارج وخاصة مصانع اللي موجودة في دولة الصين لأن له صفات جيدة من حيث تصنيعه كقماش ملابس وبيكون صحي جدا على الجلد وبتوصي به معظم مراكز الصحة والبحث العلمي باستخدام نباتي الكتان في ارتداء الملابس لأنه ما بيعملش أي تهيجات جلدية وآمن جدا على بشرة الإنسان والدول التي تستورده بيقوموا بتحويله إلى قماش ثم عادت تصديره لنا مرة أخرى بسعر غالي وبيدخل أيضا في صناعة ورق البنك نوت والحبال وقلوع المراكب وخرطيم الحريق والدبار وحاليا الدولة آخر كم سنة أدركت تلك العرقيل وعادت إحياء الاستثمار في صناعة قماش الكتان واللي كانت زمان مصر رائدة في تلك المنظومة وإن شاء الله حنشوف باقي الدولة العربية وهي بتهتم بهذا النبات المربع وما تخافش إن شاء الله راح يتسوق محلي وراح يتسوق دولي لو عايز تصدره للخارج تعالى بقى نشوف العائد الاقتصادي من زراعة خمس فددين كتان بأسعار عام عشرين تلاتة وعشرين لو قلنا إيجار الخمس فددين بالموسم تلاتين ألف جنيه وقلنا الفدان بيتكلف سماد ومبيدات تمن تلاف يبقى تكلفة الخمس فددين من الأسم ده أربعين ألف وقلنا مصاريف معدات حرسة وتسوية خمسة أخر ألف لهم كلهم وقلنا عمالة للعزيق والبزرق حوالي والحصاد حوالي ستة ألاف وعندك البزور هو الفدان بيتكلف ستين كيلو جرام بزور أو بياخد ستين كيلو جرام بزور في متوسط الكيلو مية وعشرين جنيه بزور معقمة من مصدر موصوق منه في خمس فددين فيطلع معي ستة وتلاتين ألف جنيه بزور للخمس فددين وعندك تمن تلاف مصاريف وقود ونصريات يبقى تكلفة زراعة الخمس فددين مية خمسة وتلاتين ألف طيب تعال نشوف العائد الاقتصادي فدان الكتان بيعطي متوسط محصول بصفة عامة حوالي أربعة ونص تن بيطلع منه حوالي خمسمائة كيلو جرام بزور واربعة تن سيقان وجزوعة تاكر التصنيع بيجي ياخد منك الطن كامل على بعضه خام بحوالي تمانين ألف جنيه لعام عشرين تلاتة وعشرين وانت قاعد مكانك وهو بعد ذلك بياخده يصنعه ألياف وساس وعلف وزيوت وفيصف معاه مية وتمانين ألف يعني شق التصنيع ده بيكون أرباحه فائخة طيب نرجع ليك انت بقى كمزارع واضرب التمانين ألف في عدد الأطمان الكلية وبما أن الفدان بينتج اربعة ونص طن وفي عدد الخمس فددين هيبقى معايا السعر البيع مليون وتمنمية ألف بالموسم طيب أنا عايزة أحسب المكسب المكسب هيساوي المبيعات ناقص التكلفة يعني حيساوي مليون وتمنمية ألف ناقص المية خمسة وتلاتين ألف فبيساوي مليون وستمية خمسة وستين ألف صافي ربح الخمس فددين وخد بالك ده صافي الربح من زراعة الخمس فددين كبيع فقط يعني المصانع المحلية بتكسب أضعاف ذلك ولو انت ناوي تشتغل في التصنيع ممكن تخلي المصنع يصنى عليك مخصوص وتأجر خط الانتاج منه ولو في مستثمرين اهتموا بعمل خطوط الأعلى والأرقى من تصنيع الكتان زي مثلا ناخد الكتان ونوصله مراحل الغزل والنسيج وصناعة الأقمشة والملابس والمفروشات الكتانية ده هيحقق عائد ربح واقتصادي مهول منافس لعائدات النفط والغاز وحيهود بالخير عليك وعلى بلدك لازم كلنا نهتم بهذا النبات لأنه حيرتقي باقتصاد المزارع وباقتصاد بلدنا العربية الغالية والدراسات الجدوى والاستفسارات تكلمونا على الإيميل وان شاء الله نحاول نوفرها لكم كان معكم هندس شديد توفيق من قناة أحباب الزراعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم